بخصوص قائمة الآية اللي احنا طبعا كلنا عارفينها وإن كان أيمن أشرف يعني بقى موجود مع الفريق وتمرن بشكل طبيعي لكن دكتور الفريق طبعا دكتور أحمد أبو عبلى يعني خايف على أيمن وبيحذره أنه هو يعني الرجل رجع والأمور بالنسبة له يعني طبيعية لكن المشارك وأنه هو يبقى فيه خبطة قوية أو اشتراك قوي في مباراة قوية زي كده ممكن تأثر عليه بشكل كبير ويعني تتجدد الإصابة مرة تانية وبالتالي هل ممكن أيمن أشرف يبقى موجود بكرة احنا يعني نتمنى السلامة دايما وما يبقاش فيه مخاطرة لأي لعب لكن أيمن أشرف من اللعبة الرجالة اللي دايما يعني في الملعب بتقدم وبتقد دور مهم جدا للجهاز الفني واللعبين زميلهم أو زميله في الملعب ده بخصوص أيمن أشرف نتمنى له دايما التوفيق والسلام في عدة أمور خاصة بالتجديدات للعبين ممكن أهمها علي معلول وبالتالي إن شاء الله الماتش يخلص بكرة فيه جلسة وإن شاء الله يخلص بخير إن شاء الله للنادي الأهلي والحصول على البطولة فيه جلسة هتكون موجودة الأستاذ ياسين منصور مع علي معلول وطبعا أستاذ ياسين منصور هو رئيس شركة النادي الأهلي أو شركة الكرة بالنادي الأهلي وبالتالي هتكون الجلسة موجودة ليه حسم هذا الأمر سريعا يعني مش هيستنوا حتى العودة عشان الأمور تتحسم لأن الكلام كتير جدا في هذا الموضوع إن مازال علي معلول عنده طلبات عنده أمور ممكن تكون مختلفة يعني طبعا كان فيه جلسة تحضرية مع أمير توفيق وكده لكن الجلسة النهاية هتكون مع الأستاذ ياسين منصور رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي أيضا هناك عرض جديد هيكون برضو من خلال وجود الأستاذ ياسين منصور في قطر برضو ما بعد اللقاء بخصوص الجانب المادي لمسماني عشان يجدد عقده لمدة مسمين في الفترة القادمة زي ما قلنا كان فيه جلسة قبل كده برضو مع الأستاذ ياسين منصور هنا مع مسماني وكانت جلسة لكل يعني توضيح كل الأمور وطلبات كل واحد سواء النادي أو المدير الفني مسماني المسماني عارض أو يعني طالب 200 ألف دولار بالنسبة له وأنه يكون كمان فيه اختيار مدرب عام هو اللي يختاره يعني بنفسه فيه اطار طبعا اختصاته واختصاصات المدير الفني وفي نفس الوقت النادي الأهلي يعني برضو عنده طلبات 200 ألف دولار ما يشي انت طالب لكن احنا برضو عرضين مبلغ معين هو ده اللي نقدر ندفعه له هو ال 175 ألف دولار نشوف الفترة اللي جايه لكن فيه طلب ما عرفش ده هل ده ممكن صحيح من مسماني طالبه من الإدارة في النادي الأهلي وأنه يكون زوجته أو وكيلة أعماله هي اللي تبقى مسؤولة عن الصفقات الجديدة بالنسبة للنادي الأهلي هل ده طلب ممكن يكون موجود من ضمن طلباته أعتقد هيبقى طلب مرفوض من إدارة النادي الأهلي لو اشترط أو اشترح حط شرط من الشورة في النادي الأهلي تبقى موجودة وتكون هي المسؤولة عن الصفقات أو أي صفقات جديدة في الفترة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي في إطار برضو اللعبين وإطار الانتقالات الشتوية لكن التخطيط في النادي الأهلي يعني رفض فكرة التعاقد مع أي مدافع في انتقالات يناير ممكن يبقى في الصيف يبقى التفكير في هذا ممكن يبقى موجود لكن في انتقالات يناير هم عايزين المسلمين يعني يعتمد على اللعبين الموجودين نتكلم على رامي ربيعة أحد اللعبين ومدافعين الموجودين وحتى الآن ما يبقى يلعبش بشكل أساسي وبالتالي الاستفادة من اللعبة دي دي فكر ورأي لجنة التخطيط في استخدام مدافع لنادي الأهلي في يناير ممكن التفكير ما بعد ذلك في الانتقالات الصيفية أو الموسم القادم يبقى موجود إيه المشكلة إنه يبقى فيه مدافع يبقى موجود في النادي الأهلي في الفترة دي بعد الإصابات الكتير اللي موجودة لمحمود متولي طبعا لعب مميز جدا لعب كويس جدا وقوي وده يقدر يلعب في كذا حتة لكن مشكلة الإصابات الكتير اللي حصلت لمحمود متولي في الفترة اللي فاتت خلت بشكل كبير فيه تفكير واستقرار على رحيله حتى على سبيل الأعارة في الفترة اللي جاية أو الصيف القادم لكن أتمنى له طبعا التوفيق ممكن يكون بيقابل حظ سيء محمود متولي في حتة إصابات لأن إصابات يعني متكررة ويعني بتقعد فترات طويلة وبالتالي يعني النادي الأهلي يعني بيفقد مجهوده في الفترات اللي فاتت يعني احنا ما شفناش محمود متولي من ساعة مجير ماتش أو ماتشين وعلى كده أصابته ثم أصابه بتتجدد مرة أخرى ثم بتتجدد مرة أخرى يعني أتمنى إن شاء الله الحظ العسير اللي محمود متولي فيه يبتعد عنه إن شاء الله بأمر أيضا لجنة التخطيط بتناقش تعديل عقد أكرم توفيق اللي بيقدم مستويات هيلة جدا أكرم توفيق سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر ممكن أكرم بياخد في الوقت ده ثلاثة مليون جنيه في الموسم لكن الإدارة بتحاول يعني ترفع هذا العقد وتعديل عقده إلى خمسة مليون جنيه إن شاء الله كل التوفيق لأكرم لأنه واحد من اللعبة الممازنة